بمناسبة الحب أو الله والنهاردة الحمد لله يعني زمان زمان كنا احنا متربين ان اللي يعرف اسم امي عيب واللي يسمع او يعرف اسم امرتي عار احنا كنا متربين على كده أدب تقول لي دين لا ملوش دعوة الدين بس كان عيب ان انت تعرف اسم امي وكانت يمكن العركة تقوم لو انت لديتني باسم امي تخيل والحد النهاردة عندنا اسم الزوجة كده لازم يكون مصون ما ينفعش حد يناديها حتى في الشارع لو ما كانتش مخلفة ننادي نقول يا محمد يا احمد يا ابراهيم يا حسين لكن ما ينفعش النادي باسمها او الله ده الناس اللي تربط الناس اللي عندها غيرة اللي عندها مرؤة لما تيجي تبص النهاردة طب بسأل نفسي والله سؤالي دايماً هو ايه اللي احنا ما عرفناهوش او احنا ايه اللي ما شفناهوش احنا الحمد لله عارفين شقة كل واحد فيهم بالتفصيل شفنا قوض النوم وشفنا الأنتريات او الله شفنا الصلونهات وشفنا أكلوهم وشفنا شربوهم وشفنا لبسوهم وشفنا دهابهم وشفنا درحة وشفنا مش عارف ايه فين الغيرها؟ لا غيرت ايه يا راجي انت تبقى متخلف ولا ايه؟ ده انا اقولك على حاجة ازيدك مشي على بيت اللي واقف يصورها لو ما كانتش متجوزة يبقى أبوها ولا أخوها ولو ما كانت متجوزة يبقى جوزة خليك مد النعم الشيف خليك حلوة كده عارفين بقى العرب كان الواحد فيهم ممنوع يقول اسم حبيبته وكان عندهم قانون كده كان عندهم ايه؟ قانون اللي يقول اسم حبيبته الحقيقي في بيت من أبيات الشعر تحرم عليه فمثلا لو اسمها مي يقول عليها ليلة ولو اسمها ليلة يقول عليها ناهد ولو اسمها ناهد يقول عليها سوزان مثلا لكن ممنوع يقول اسمها الحقيقي أبدا خالص وقول لكم على حاجة مش كلنا عارفين امرق القيس وليلة عارفين حافظ القصة دي ولا مش حافظينها ها امرق القيس وليلة حافظينها انتوا عارفين ليلة حرمت على امرق القيس ليه؟ ها آه ليه؟ آه علشان ان هو من حبها ما قدرش دار اسمها فقال وامر بالديار ديار ليلى اقبل ذا الجدار وزا الجدار وما حب الديار سكن قلبي ولكن حب من سكن الديارة فحرمت عليه ليه؟ علشان قال اسمها العربي كان من اخلاقه ما يكونش عنده لناقة واحدة فتركبها امراطه فاول ما يجبه الناقة تدبح الناقة ليه؟ يقول وما يدريني لعل رجلا يركب بعد زوجتي فيجد دفء زوجتي مكان زوجتي على الناقة هو انا رجل غيور شفت العرب؟ يا الله ايه رأيكم؟ اكلمك على ايه ولا ايه؟ علشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما من عليهم ولما اخترهم للرسالة المحمدية دون مسائر البشرية ما كانش ده من فراخ ابدا انما لانهم كانوا اصحاب قيم وحضارة ومبادئ وربنا دايما في القرآن يقول قانونه كده اسمعوا ونريد ان نمنع الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين